اشتركوا في القناة بات مرشح لدخول حسابات المدرب الايطالي ديزيربي في الموسم الجديد بعدما تم تصعيده للفريق الاولي اولمبيك مرسيليا وقدمت صحيفة العين الاماراتية اربع معلومات عن الموهبة الجزائرية يانيس سلامي الذي بدأ من سيرته الكرويام بوابة فرق الهوات قبل ان ينضم عام 2021 لمدرسة شبان اولمبيك مرسيليا وتألق الموهبة الواعدة مع منتخب فرنسا للناشئين اثناء مشاركته معه في نهائيات بطولة امم اوروبا تحت 17 عاما التي احتضنتها مؤخرا قبرص وشارك يانيس سلامي اساسيا في المباراة الثلاثة التي خاضها منتخب صغار دياكا تبعا امام انجليترا واسبانيا والبرتغال اسهم اللاعب المولود في فرنسا عام 2007 من ابوين جزائريين في فوز فريق اولمبيك مرسيليا تحت 18 عاما بلقب كأس فرنسا للشباب بمشاركته اساسيا في جميع المباراة يمتاز الموهب الشاب يانيس سلامي بمؤهلات فنية وتكتيكية تسمح له بالقيام بادوار دفاعية وهجومية وهو ما يجعل منه لاعب جوكير وعلى المنتخب الوطني الجزائري استغلاله ما رأيكم في ذلك شاركونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر